شهد قطاع السياحة في لبنان خلال صيف 2024 ضربة قاسية نتيجة تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب ما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وتراجعا ملحوظا في عدد السياح الوافدين وبخاصة في شهر آب منع كساسا سلبا على حجوزات الفنادق والمطاعم التي تراجعت بنسبة تتجاوز الثلاثين في المئة بما فيها قطاعات الترفيه والمهرجنات والحفلات الفنية ليخسر لبنان فرصة تحقيق عائدات كانت ستفوق الخمسة مليار دولار هذا الصيف كل التوقعات الإيجابية المتفائلة اللي كانت قائمة على موسم واعد مع الأسف سقطت بسبب نحنا اللي أنا بسميه بلبنان الحرب التهويلية أو الحرب النفسية لذلك كان عنا نوعين من الخسارة الخسارة الواقعة من التجهيزات والترتيبات وكل الأمور اللي كانت معمولة لا استقبال صيف واعد خلصيت وعنديك الربح الفائت يعني مردود مالي رح يدخل من خلال عائدات السياحة مع الأسف انتهى من جهتها أكد وزير السياحة وليد نصار لسيان بي سي عربية أن القطاع يتطلب جهودا كبيرة تعزز الثقة بالوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي من هذا المنطلق تم مؤخرا إطلاق السياحة الطبية بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب المختربين أول ستة شهر من السنة عدد الوافدين أو حركة مطار بيروت مطار رفيق الحريري كانت بواحد بالألف أقل من سنة 2023 بشهر سبعة الاعتداء الإسرائيلية اللي صار على بيروت على الضاحية الجنوبية غيرت كل المخييس وصار في كتير كنسليشن صار في كتير سواحجيين على البنان نلغيه صفراتهم بس هلأ منجع منشوف أنه الأمور رجعت شوي رقل جد نحن المبادرات السياحة رح ندعم المبادرات النقابية وأصحاب المهن الحرة لكي نقدر ننشط ونطور السياحة الطبية على غرار السياحة الدينية والترفيهية والثقافية والآخرية وفي هذا الإطار اعتبر وزير الأعلام زياد مكيري أن لبنان يمتلك سياحة غير تقليدية كالسياحة الطبية ويعول على موسم الشتاء لتعويض ما خسره في موسم الصيف بالخريف وبالشتاء كتير ممكن يكون فيه غير نوع سياحة وهي السياحة الطبية نحن هون منعول أكيد على الكطاع الطبي بشكل خاص يلي هو أكيد بعد انفجار بيروت وبعد الانهيار الاقتصادي صار طبعا يعني فيه مشكل كبير بالهجرة والنزف يلي صار برات البلد إنما هلأ الأطباء عم بيرجعوا وعم بيعودوا إلى لبنان وهيدا أمر حقيقة إيجابي جدا عنا حكمة كتير متطورة عنا تكنيك أبديتد عنا خبرة عنا ما في ويت انجليست وعنا كاليتي بخي كتير عالي فاري كومباتيتف برايسز عنا الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان بجانب تأثيرها السلبي على الاقتصاد إلا أنها تركت آثارا عميقة في نفوس اللبنانيين والمختربين وللتعافي من هذه الأزمة لا بد من بذل جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بعد أن توقع البنك الدولي أن يسجل لبنان نموا بنسبة 0.5% خلال العام الحالي تم تعديلها إلى ما بعد العام 2024 نتيجة عدم اليقين وكثرة التحديات الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد ما سيؤدي إلى تراجع عائدات السياحة وبالتالي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالية إلين أمرات سيان بي سي عربية بيروت